بعد إقرار الدعم المباشر للأسر الفقيرة تخرج الحكومة المغربية بقرار جديد هذه المرة يتمثل في زيادة عشرة دراهم سنويا في سعر قنينة الغاز إلى غاية الفين وستة وعشرين وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش في جلسة عمومية مشتركة عول الدعم الاجتماعي إن قنينة الغاز التي تباع بأربعين درهما حاليا سعر الحقيقي يصل إلى مئة وثلاثين درهما يؤدي المواطن منها أربعون درهما والباقي تؤديه الدولة وأضف بالقول إنه ابتداء من شهر أبريل من السنة المقبلة سيبدأ رفع الدعم عن غاز البوطان بنحو عشرة درهما إلى أن يرتفع بشكل نهائي في بلوغي الفين وستة وعشرين وتوجهت الحكومة إلى تسقيف دعم غاز البوطان في خطوة رأت أنها تعد إنصافا للأسر المستحقة للدعم تقليص دعم المقاصة ما بين السنة المقبلة إلى غاية سنة الفين وستة وعشرين غايته وكما جاء على لسان رئيس الحكومة إتمام تمويل إجراءات ورش الدعم الاجتماعي المباشر للأسر ودعم الطبقات الهشة والفقيرة